يا مساء الخير ويا أهلاً وسهلاً بحضراتكم تحياتي لكل الأهلوية اللي بيتابعونا وبيبداوا معانا حلقة جديدة من السادسة في يوم المباراة الأهلي استين كامباني مواجهة صعبة بكل ما تحملوا الكلمة من معاني ورغم الفوارئ الكبيرة جداً إلا أن أنا أتوقع النهاردة المباراة هتكون صعب على الفرقتين الحقيقة صعب على الأهلي لأسباب كتير أولها طبعاً الغيابات الكتيرة جداً ولو إني أسق بشكل كبير جداً أنه مع المستوى والأداء والروح اللي شفناها في المطشاط الكبيرة تطمن لحد كبير وتقول أنه الأهلي قادر حد في ظل الغيابات دي أنه يقدم عروض كويسة وإن شاء الله يكون قادر على حسم النتيجة لصالحه النهاردة الحسابات مش في دماغنا قوي يعني طبعاً في دماغنا ومهمة بالنسبة لنا والثلاث نقاط مهمة وكل حاجة متفقين عليها لكن أقصد أقول مش هال في المقام الأول بالنسبة خلييني أقول لقطاع عريض من الجماهية بتهيأ لي أنه نمر واحد في مطش النهاردة أو في المطشاط اللي جاية مهم جداً أنه إحنا نستكشف مستر ريكاردو سوارش أعتقد أنه الراجل في الفترة الأخيرة بقى في وضع أفضل بكتير خلييني أقول في وضع أفضل بكتير من الفترة التي تولى فيها المسؤولين يمكن بيغيب عنه سكوات كامل بيغيب عنه فريق كامل ومعظمهم إن لم يكن كلهم تقريباً من الأساسيين اللي بدأوا مع الأهل الموسم لكن في النهاية بتهيالي أن الظروف دلوقتي التوتر الضغوط أقل بكتير جداً من قبل كده يمكن مشكلة العقق الزمني أو يعني تلحم المباريات وأنا يمكن في حزبة بسيطة جداً قلت مبارح أنه في خلال 13 يوم من النهاردة 17 ليوم 29 الأهل يلعب خمس مطشاط يعني في 13 يوم خمس مباريات يعني أقل من 3 أيام الفاصل الزمني بين كل مباراة تانية أقل تقريباً من 3 أيام فبالتالي تعمل استشفى إمتى حتتمرن إمتى حتلعب إمتى قصة كبيرة دي يمكن واحدة من الصعبات اللي بتواجه الرجل لكن أعتقد أن احنا كلنا محتاجين سواء كنا بنتكلم على جمهور أو كنا بنتكلم حتى على إدارة لأنه الموسم اللي جاي زي ما اتفقنا استثنائي وبمناسبة الموسم اللي جاي عندي تفاصيل جديدة النهاردة هتكلم فيها مع حضراتكم في السادسة فيما يتعلق بالموسم المقبل وليه الموسم اللي جاي في منتهى الأهمية ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي هي فكرة السوبرليج أو بطولة السوبرليج وما لم يتم الإعلان عنه رسمياً لكن ممكن يكون عندي تفاصيل جديدة النهاردة أترح على حضراتكم هو المشاركة في كاس العالم للأندية وده هنتكلم فيه بالتفاصيل على مدار الحلقة نتمنى أن مستر ريكاردو سوارش يستغل الفرصة في المباريات المتبقية من عمر الموسم وعشان يحط إيده على نقاط القوة والضعف وعشان يدينا الأمارة أو البيينة اللي تطمن جماعي للأهلي العريضة على الموسم اللي جاي وعلى مستقبل الفريق قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة نروح للفاصل سريع ونرجع نبدأ حلقتنا دي أرقام الأهلي وإستن كامباني في الموسم الحالي وطبعا أي حد بيتكلم على أو بيحسبها بلغة الأرقام فشتان الفارق يعني ساعة ما بين فريق لعب 30 مباراة خسر نصها وتعادل في تلتها يعني تمتخيلين مشوار إستن كامباني عامل إزاي لكن هل ده اللي هنشوفه في الملعب سيق تماما أنه لأ وأنا الموضوع ده الحقيقة حيارني كتير جدا يعني كمشجع وكمشاهد قبل ما أكون كمقدم برامج يعني فكرة أنك أنت في كل مباراة الأهلي بيلعب مع 17 فريق على مدار الموسم رايح جاي السبعتاشر مباراة بتحس أن الفرق اللي قدامك كلها أين كانت ترتيبها بتلعب على بطولة يعني المباراة بتعادتها قدامنا دي الأهلي هي مباراة نهائي كاس لو كسبوا هياخدوا كاس هياخدوا بطولة ما بيحصلش ليه ده طول الدوري يعني الفرق دي لو بتلعب بنفس المستوى طول المتشاط كل متشاطها في الدوري إحنا عيبقى عندنا دوري زي الدوري الإنجليزي عيبقى عندنا متشاط يعني في البطولة دي ما فيش حد يقدر يتوقع نتجتها لكن هي القصة بس إنه لا إحنا قدام الأهلي بس ليه بقى دي محتاجة دكتور طبيب نفسي يشرح وعلى فكرة مش خصة أنك يعني بتنفس الفريق اللي أنا بنتمي ليه أو بشجعه عشان كده أنا ببقى بتضايق خالص على الإطلاق وده يعني دي ضريبة واحدة من ضريبة إنك إنت كلاعيب في النادي الأهلي تدفع الضريبة دي إنك إنت كل المتشاط منتظر من الفرق اللي قدامك إنها بتقدم دايما أعلى مستوى لها وعلى الرغم من الفرق دي يمكن لو قسنا معدلات لعبها في المباريات على مدار الموسم وقررنا بأي لعب في النادي الأهلي تقريبا لعبت النادي الأهلي معظمها لعبت أكتر من ضعف عدد المتشاط اللي لعبتها كل فرق الدوري في مصر لعب النادي الأهلي لعب عدد مباريات أكتر على الأقل بالضعف ضعف عدد المباريات اللي لعبها بقيت لعبة الدوري كله ورغم كده ما بنشوفش الحالة البدنية والروح والجرينتا دي قدام الأهلي غير في مباراة والأتنين طول الموسم مع الأهلي رايح مع الأهلي جاي فين بقيت الدوري ما بتلاقيش على كل الأحوال الأرقام لا تعنينا من وخدوا بالكوا طبعا أنه النهاردة الفريق بتاع إستن كامبني واحد من الثلاث فرق قريبة جدا من الهبوط وده برضو واحد من الدوافع فتوقع أنه الناس دي في عرض نقطة بالطول ولا بالعرض وحتى لو ما جاتش النقطة هي برضو فرصة للعيبة في آخر الموسم تقدم نفسها أو رائعة مدها يمكن فريق طالع من تحت أو فريق مكمل في الدوري يقولك فيه هنا العيب كويس ناخده فبدل من ينزل دوري الدرجة التانية يكمل في الدوري الدرجة الأولى كلها دوافع وكلها حسابات على كل أحوال خلينا في فرقتنا ونروح لزميلنا كريم أحمد من داخل معسكة الفريق نتطمن على يوم اللقاء مشي إزاي والسعادات الأهلي واللمسات الأخيرة من مستر ريكاردو سوارش ما بين الناس اللي خرجت من سكواد والناس اللي داخلت على سكواد نعرف أكتر تفاصيل من الزميل كريم أحمد مساء الخير كريم مساء الخير عليك للزميل العزيز أحمد سمير كل التحية لك ولكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي واحدة من خمس مطشاط متبقية للنادي الأهلي بيقولوا كثير ومستنين فيهم كثير يا كريم مستنين نطمن على الفريق في ظل الغيابات طبعا وفي ظل الإضافات اللي داخلت على الفريق اللاعبين اللي كانوا بيبحثوا عن فرصة اللاعبين اللي تم تصعيدهم كلهم الحقيقة قدامهم فرصة كبيرة جدا يقولوا للجهاز الفني وللإدارة والجمهور النادي الأهلي احنا هو والجهاز الفني اعتقد كمان محتاج المساحة دي والفرصة دي عشان يقدر يشتغل براحته ويحضر بشكل كبير جدا بدون ضغوط بدون توتر قبل ما نبدأ موسم جديد صعب وفي منتهى الأهمية تكلمني عن معسكة الفريق والحالة العامة قبل ما ندخل فيه التفاصيل يعني زميلي أحمد في البداية طبعا يعني بحيك على تناولك ورؤيتك طبعا للموقف الخاص لإسترن كامبني والحالة طبعا اللي فيها شباب النادي الأهلي وهي فرصة كبيرة الحقيقة يعني بعيدا على الترتيب والنتيجة والظروف هي فرصة كبيرة للشباب النادي الأهلي لإثبات النفس فرصة كبيرة جدا للحفاظ على قيمة وشخصية النادي الأهلي في المباريات المتبقية من بطولة الدور العام لكن في ظل هذه الظروف الحقيقة نفس مسلسل الضغط الكبير ونفس الصعبات والضغطات الكبيرة جدا على لعيب النادي الأهلي وتحديدا على شباب النادي الأهلي احنا بنطالبهم بالتأكيد بالاستمرارية لكن لابد طبعا أن الكل يكون عايش الجو العام طبعا لعيب النادي الأهلي والغيابات الكبيرة جدا وأنه خلاص فاضل المتبقي أكثر من أقل من ثلاث مرشات وكل الفرق وكل الأمور اللي بتقابل النادي الأهلي أي فرق بتقابل النادي الأهلي هي مبارات بطولة وهي مبارات حلم بيحاول كل فريق قابل النادي الأهلي بعيدا طبعا عن غلق المساحات والتكتلات الدفعية وكل الأمور دي لا هي مبارات بطولة بتشوف طبعا زميلي أحمد زي ما انتكلمت مباريات يعني صعبة جدا الفرة بتشق الأنفس بتصعد بها لكن مبارات الأهلي بتشوف قتال وحماس والتحامات وأمور عديدة جدا هي وأمر طبعا يعني محتاج تفسير بشكل كبير لكن اللي بنأمله النهاردة يعني العيبة النادي الأهلي كالعادة والشباب النادي الأهلي تستمر في تركيزها تستمر في تحقيقها لثلاث نقاط الأداء طبعا منتظرينه مع مستر كاردو سوريش في الموسم القادم يعني أي حد بيتكلم على الأداء وأي حد بيتكلم على كل الأمور دي ومن سرعة يمكن عايزة أكلمك على أكثر من لعب النهاردة مش عايزين ننسى علي لطفي ويمكن الكليل شيت الكبير اللي محاها وحتى دي اللحظة والسبع مبارات بنأمله يكون من يستمر في هذا الأمر عايزين يتكلم على أشرف عايزين يتكلم على نصير اللي نهاردة إن شاء الله بإذن الله ياخد فرصة عدد كبير من اللعبة متواجد معنا لكن زميل يحمن تعرف الظروف صعبة مبارات إستر نهاردة يعني كابتن على عبدالعال بيتمايز بالتكتل الدفاعي التكتلات دي هنقدر إزاي نحلها دكت البودلاء كمان وده أمر صعب جدا أكيد الجهاز الفني بيحاول أنه عنده عنصر واثنين وثلاثة على دكتل البودلاء يغيروله شكل المبارات بس خد بالك كريم في الحتة دي تحديدا خليني أقول لك إنه يمكن يكون في مطش النهاردة مع إستن كامباني الضغط والتوتر عند المنافس أكتر مننا بكتير يعني أنت بتلعب بريحية ما فيش ضغوط عليك بشكل كبير كلمة على العيبة في الملعب زي اللي موجود عندهم هم خسارتهم النهاردة تقربهم بشكل كبير جدا من وداع الدوري فبالتالي هم مجبرين وما قدام همش حل غير أن هم يحققوا نتيجة إيجابية قدام الأهلي ما عندهمش حل تاني لكن أنت إلى حد ما مرتاح إلى حد ما ما عندكش ضغوط كبيرة جدا آه مطالب بالفوز فبس في النهاية مش نوع من أنواع الضغط العصبي أو النفسي عليك وبالتالي إلعب كرتك دي الرسالة لأعتقد يمكن ريكاردو سوارش وكابتن ساد عبد الحفيز وكابتن سامي عمصان بيقولوها لعبة الأهلي نهاردة بالتأكيد بالتأكيد طبعا زي مليا أحمد الضغط الكبير على المنافس لكن هنا بنتكلم طبعا في الظروف والشكل العام بالنسبة للتسعين دقيقة اللي هتطلب مجهود كبير من لعبة النادي الآية للضغوطات أكيد على الشباب النادي الآية بسيطة لكن زي ما بيقول لك هم محتاجين أن هم يفرحوا الجمهور محتاجين أن هم على طول يكونوا في التوب فورم محتاجين للاستمرارية عشان كده إن شاء الله بإذن الله بنعمل من لعبتنا بإذن الله النهاردة للقايمة اللي اختارها مستر ريكاردو سوارش إضافة كمان أحمد عبدالقادر النهاردة اللي بنتمنى بإذن الله ياخد جزء من المباراة ومنها المباراة القادمة حتى يستعيد مستوى بشكل جديد ويبدأ موسم جديد مع فريق النادي الأهلي على الجانب الآخر أيضا كمان زميلي أحمد وهو تواجد رافت خليل رافت خليل يمكن واحد من العناصر المميزة جدا اللي شفناها الحقيقة في كأس العرب الأخيرة وممكن حصل على أحسن لعب في مباراة الجزائر وعمام منتظرين نهاردة نشوف ياخد جزء من اللعيب هي فرصة كبيرة جدا لكل لعيبة النادي الأهلي لكل الشباب لكن في نفس الوقت لابد أن تتحافظ على خميص وتشيرت النادي الأهلي لابد أن تكون شخصية والروح الكبيرة جدا المعتادة على لعيبة النادي الأهلي في كل المباراة النتيجة والتوفيق بتا ربنا سبحانه وتعالى لكن احنا منتظرين من شباب النادي الأهلي الاستمرار على هذا الأداء زي ما منقول مباراة الكاس بنحاول أن احنا نخطف ونجري زي ما نقول بلغة الكورة أيضا كمان مباراة بطولة الدورة العام حقق المكسب خلاص هي أقل من ثلاث مباراة وينتهي بطولة الدورة العام فإن شاء الله بإذن الله بالظروف المحيطة في فريق النادي الأهلي خليني أكتب معاك يا كريم كنت بقول أنه احنا النهاردة سبعتاشر تمانية ومن سبعتاشر تمانية لتسعة وعشرين تمانية الأهلي عنده خمس مواجهات خمس مباريات وده معناه أنه الجاب أو الوقت اللي بين كل مباراة والتانية اعتبر تقريبا أقل من اتنين وسبعين ساعة هل ده بيستدعي من ميستر ريكاردو سوارش أو انت وانت بتتابع حتى في التدريب وفي المعسكر بتاعنادي الأهلي طريقة مختلفة للتعامل مع الأحمال والتدريبات والتاكتكس عشان يقدر يتعامل مع الضغط الشديد في الاثنشر يوم اللي جايين دول يعني زميل أحمد والله والظرف صعب جدا يعني على أرض الواقع مفيش أي شيء تقدر تقول أن الرجل بيحاول أنه يعمل مجهود كبير جدا فيه تصليح الأخطاء بعض الجومة الهتكتكية اليوم الوحيد اللي بيكون هو تدريب الرئيس الفريق النادي الأهلي يوم الريكافر اللي بيبقى عقب انتهاء المباراة كل اللعيبة بتاخد جزء بسيط جدا حتى اللعيبة اللي ما بتشاركش فيها المباراة بتاخد جزء بسيط لأن انت محتاجهم في المباراة القادمة فالأمر صعب جدا الرجل بيحاول في ظل الإمكانيات وفي ظل الظروف وفي ظل ضيق الوقت بيحاول يحفظ بعد الجمل تمركزاتنا بعض الأمور الخاصة بالتمركزات فيه الثامنشر اللي وكر عليك أو ليك كل الأمور دي بنشوفها لكن الضغط كبير الرجل محتاج وقت محتاج أنه يحفظ كمان المجموعة أنت بتشتغل مع المجموعة الشباب أنت عايز تشتغل مع المجموعة الكبيرة اللي أكمل معها فأمر صعب بشكل كبير جدا لكن إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا هي خلاص مرحلة الموسم ينتهي بإذن الله خلال المباراة القادمة نبدأ موسم جديد بمعنوات جديدة بدأوافع كبيرة بمعسكر مغلق يتم فيه كل الأمور وإن شاء الله بإذن الله رهنا كبير جدا على كل اللاعبين اللي خدت راحة الفترة اللي فاتت محتاجين منهم بقى من جديد يستعيدوا سلسلة الانتصارات من جديد وهو هدف وحيد زميلي أحمد أنت عارف هي إسعاد كل جمهور النديل إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلي عزيز كريم أحمد من داخل مقر إقامة الفريق قبل ساعات من بداية مباراة الأهلي وإستن كامباني قبل ما أدخل في تفاصيل أخبار وعندي أخبار كتير النهاردة ما بين محلي وعالمي ومش ناسي طبعا قصة كسر عالم خلوني أروح لفاصل سريع وأرجع قبل حضراتكم في السادسة حد واخد بالي وإنه من أول ما ظهر كلاتنبرج في الصورة في حاجة تغيرت يعني حسين بفرق ولا لسه هو طبعا الرجل لم يتسلم أو لم يبدأ بشكل مباشر فكرة مزاولة بقى مهم مسئوليته وفكرة تطوير ومعالجة مشاكل الحكام حكام مصريين ظالم أم مظلوم فيه أوقات كتيرة جدا في بعض الملفات طبعا تقدر تقول إن ليهم كل الحق في بعض الأوقات لكن جوه الملعب لا فيه علامات استفهام كبيرة جدا على مستوى كتير من حكامنا المصريين وأكاد أجزم يعني إنه لو نزلت الشارع سألت النهاردة الشارع الرياضي ناس اللي بتابع المطشاط والمباريات ومهتمة بمتابعة كرة القدم كم اسم حكم مصري تصق فيه وتبقى متطمن وهو بيدير مباراة لفرقتك أن كان فرقتك إيه؟ أهلي زمالك بيرمدز مصري اسماعيلي يقانك الاتحاد يعني يقانك الفرقة كم اسم حكم مصري محل ثقة واطمئنان تطمن إنه يدير مطشاطك في المسابق تفتكروا الإجابة ممكن تبقى كم اسم من كل حكام دا اللي موجودين على الصح هل هي بدون ذكر أسماء يعني أنا شخصيا بالنسبة لي أعتقد يمكن فيه ثلاث حكام ببقى متطمن قوي لما بحس إنهما يعني يعني أخطاقهم هتبقى على أقل مش مقصودة أو مش متكررة وجودهم في الملعب إلى حد ما بيديني فكرة الأريحية والعدال فأعتقد إنها مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة وبالمناسبة في الإطار دا يمكن أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة وافق على طلب كان يتقدم به مارك لاتنبرج رئيس لجنة الحكام في الاتحاد عشان يعمل معسكر للحكام المصريين خلال الفترة اللي جاية وتحديدا في شهر سبتمبر اللي جاي كمعسكر دا مفترض إنه هيدوم أربعين حكم في إطار طبعا الخطة الوضاحة وناقشها مع المسؤولين في الاتحاد عشان يتم تطوير منظومة التحكيم في مصر ومنظومة التحكيم في مصر مش بس حكام منظومة التحكيم في مصر منظومة كاملة مكتملة الأركان داخل فيها الفار وداخل فيها البس التلفزيوني وداخل فيها النقل التلفزيوني يعني ووأي لآخر وخاليني أقول لحضراتكم إنه حتى في خلال الأيام الأخيرة يعني في بعض التقارير كده اللي رصدت بعض ملاحظات الراجل على أداء الحكام في بعض المطشاط اللي هو تباحها منها إنه في واحدة من المباريات يعني المباراة دي توقفت لمدة ست دقايق عشان الحكم يراجع لعبة محل شك يعني أو الفار لفت نظر حكم الفيديو المساعد لفت نظر حكم الساحة لها فحكم الفيديو حكم الساحة راح يتابع لعبة استمرت مرحلة المراجعة دي ست دقايق أنت حاك متخيل يعني إيه ست دقايق وده أمر طبعا مش بيقتل اللعبة ده بيقتل كل حاجة وزمان كنا بنقول إنه الحكم بياخد قراره في ثانية حتى لو ما شفش اللعبة حتى لو زاوية رؤيته ما كانتش واضحة يعني مطالب بأنه هو ياخد قراره في ثانية يطلع صح يطلع غلط دي قصة ثانية لكن سرعة اتخاذ القرار كانت واحدة من أهم أدوات الحكم في كل حتة في العالم النهاردة بقى فيه تقنية اسمها تقنية الفار وبقى فيه حكم مساعد موجود قائم على متابعة تقنية الفيديو دي يعني عندي اتنين حكام في كل مباراة وعندي إمكانية إعادة اللقطة من أكتر من زاوية وبقلكش خد القرار بقى في ثانية زي الأول وبقلكش خده في ثلاثين ثانية وبقلكش خده في خمسين ثانية بس ما تاخدوش في ست دقايق يعني شيء طبعا يعني مش ممكن حد يستوعبه ويمكن في بعض الحالات تانية اللي هو أتكلم فيها لكن في النهاية برضو عشان نحط الأمور في نصابها الصحيح يعني أعتقد أنه جزء كبير جدا من المنظومة ككل محتاج يتم عادة النظر فيه مش بس فكرة حكم الساحة أو حكم الفار نقطة تانية أنه فيتوريا راي فيتوريا مديل منتخب الوطني مديل الفني منتخب الوطني النهاردة هيكون فيه ملعب مباراة الأهلي واحدة برضو أعتقد بالنسبة للعيبة وخصوصا أنه الراجل يمكن لفت نظري جدا فكرة أنه بيدور على لعيبة صغرين في السن يعني مهتم جدا بفكرة اللاعبين اللي ما بيني 20 و 23 سنة فرصة بالمناسبة للاعباتنا كمان كل لعيبة مصر الحقيقة وأنا أعتقد أنه إذا كان الهدف الأساسي المحتوط للراجل أنه يوصل كاس العالم 26 فبالتأكيد المرحلة السنة دي هي المرحلة اللي هيحط عليها عينه بشكل كبير وهيركز فيها بشكل كبير بيشتغل بشكل كبير بيحضر ماتشوات بيزور أندية بيعود مع مديرين فنيين بيكلم معهم في تفاصيل أسليب التدريب وبالتالي قبل طبعا بداية المعسكر المغلق للمنتخب في بداية شهر سبتمبر كل التوفيق ليه وبالمناسبة يمكن فيه ماتشين أو فيه منتخبين هيتم الاتفاق مع أحدهما واحد منتخب واحد هو الأرجنتين مفترض أنه فيه اتفاق أو فيه تواصل لأن يكون فيه مباراة ده تجمع بين منتخب الوطني المصري وبين منتخب الأرجنتين وإن لم تنجح خطوط الاتصال في الوصول الاتفاق نهائي بلجيكا برضو واحدة من المنتخبات المطروحة هيكون برضو اللقاء مخطط ليه في شهر سبتمبر اللي جاي فاصل ونرجع لحضراتكم اللي بتابعنا في السادسة عارف أن أنا قلت على الموسم اللي جاي أنه موسم صعب وموسم مهم وموسم استثنائي ليه؟ لأنه الحقيقة هم نتكلم على نقلة نوعية على مستوى المسابقات اللي خارج حدود الوطن خارج حدود مصر يعني سيبك من المسابقات المحلية أنا بتكلم على المسابقات خارج الحدود سواء قرية أو دولية وطبعا إحنا تابعنا وكلمنا مع حضراتكم وسمعتوا على قصة السوبر ليج الافريقي اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي وعن مشاركة الأهلي فيه بشكل رسمي وعن نظام البطولة وتقسيمها لثلاث مجموعات والبداية بتاعة البطولة في شهر أغسطس اللي جاي حسنا فعلت طبعا إدارة النادي الأهلي فكرة أنها تريح كل اللعيبة اللي بقالها ثلاث سنين لا شافت أجازة ولا شافت أهلها ولا شافت ناسها وضغط مطشوات وإجهاد وآخره أعتقد ده كان مهم جدا في المرحلة دي وإحنا داخلين على موسم برضو هيكون طويل وممتد بشكل كبير وأهميته من أهمية البطولات اللي هتكون موجودة فيه السنة الجاي عندك سوبر ليج وعندك كاس العالم للأنديا وخليني أكلم حضراتكم بقى في نقطة كاس العالم للأنديا سواء كمكان أو كمعاد أو كشكل بطول مفترض أن البطولة الأخيرة اللي تلعبت في الإمارات دي كان الفيفا مخطط أن البطولة دي تم بمشاركة 24 فريق بشكل جديد اللي طرح لبطولة كاس العالم للأنديا لكن لمشاكل الكوفيد وكان مفترض أن الصين هي اللي كانت تستضيف البطولة اللي استضافتها الإمارات القصة دلوقتي فيه متعلق بمكان البطولة اللي جاي الاحتمال الأكبر أنه يكون الصين برضو إذا لم تكن هناك أي معوقات مرتبطة بالحالة الصحية والحجر الصحي والفيروسات وبيل آخره ممكن جدا جدا تكون الصين هي اللي بتستضيف البطولة أما إذا لم تكن الصين فغالبا غالبا هتكون مين هتكون كندا ده فيما يتعلق أنا بقول لحضراتكم المعلومات دي مش بشكل رسمي لم يتم الإعلان عنها وأنا شخصيا تواصلت مع الفيفا حاولت أفهم أي تفاصيل مرتبطة بالبطولة ما فيش رد لأنه يبدو أن المعلومات لسه بالنسبة لهم أو شكل البطولة لسه لم يتم اتخاذ فيه قرار نهائي لكن أنا بقول لكم ده ليه لأنه أنت عارفين أنه بطل أوروبا السنة دي هو ريال مادريد وبطل الكونكا كاف لأول مرة في التاريخ هو فريق أمريكي سياتل ساوندرز ده بطل الكونكا كاف اللي هي البطولة اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبية الاتنين دول على عهدة الماركة في أسبانيا وعلى عهدة ESPN في الولايات المتحدة الأمريكية متابعين بشكل كبير جدا مشاركة البطلين بطل أسبانيا بوصفه بطل أوروبا وبطل أمريكا بوصفه بطل كونكا كاف في نسخ الكاس العالم اللي جاي والتفاصيل كلها المرتبطة البطولة يمكن اتنشرت في الماركة وتنشرت في الـ ESPN بتقول أنه المكان زي ما قلت لحضراتكم إما الصين أو كندا المعاد التقليدي بيقى في شهر 11 بس عشان كاس العالم هيتلعب في التوقيت ده فبالتالي هتترحى البطولة عشان تكون في أول عشر تيام كبداية من شهر فبراير أما الشكل فأغلب الظن أو كل التوجه والمعلومات اللي جاية على عهدة الماركة وESPN أن البطولة دي هتقام من 24 فريق بمشاركة 3 فرق من أفريقيا طرفي نهاية دول الأبطال وبطل الكونفدرالية والحديث بقية بس بعد الفاصل أكمل كلامي اللي قلته قبل الفاصل عن بطولة كاس العالم لأن دا ده معناه أنه الاحتمال الأقرب بصرف النظر بقى عن مكان وعن معاد البطولة على عهدة ESPN وعلى عهدة الماركة أنه الاحتمال الأقرب أنه الفيفا هيبدأ من النسخة اللي جاية لكاسة المسابقة كاسة العالم لأن دا في النظام الجديد وهو فكرة أنه 24 فريق يشارك في البطولة وده معناه طبعا هيكون موجود بطل أبطال أوروبا وغالبا النادي الوصيف أعتقد يعني التأسيمة المبدئية وليست الرسمية أنه هيكون فيه 6 أندية بتشارك من أوروبا طرفي المباراة النهائية في دول الأبطال وطرفي المباراة النهائية في اليوروبا وبطل الكونفرنس ليج أعتقد يعني وهيكون معهم 3 أندية من أفريقيا وده الجزء اللي يخصنا طرفي مباراة نهائي دور الأبطال وبطل الكونفرنس ليج وده معناه أنه احتمالية مشاركة الأهلي في البطولة المقبلة في كاسة عامل الأندية قائمة واحتمال كبير وبالتالي من هنا بيكتسب الموسم اللي جاي أهمية كبيرة جدا للبطولتيندو والكاسة عامل الأندية والسوبر ليج الأفريقي اللي تأكد إن شاء الله أنه ستكون بداياته في شهر 8 عشان كده من النهاردة أو من المباراة الحقيقة وده لكو ترابته بقرار مجلس دورها فكرة راحة اللعيبة المنهكة والمرهقة المستنزفة بدنيا ومعنويا وزهنيا على مدارة التالت الموسم الأخيرة بشكل كبير أعتقد أنه يكون جزء من بداية الإعداد والتحضير للمرحلة الجاية وهي الأصعب نوح للنيني النيني النيني الحقيقة العيب يعني أنا بشوفه محير الحقيقة يعني سواء أنت حتى شخصيا كنت بتحبه أو ما بتحبوش بتشوف أنه العيب كبير أو بتشوف أنه مستوعادي لازم تحسب لمحمد النيني المشوار والإصرار اللي وصل ليه محمد النيني ده ليس بالهين على الإطلاق وده مش مرتبط بس بفكرة الموهبة لا مرتبط كمان بالعقلية وده اللي لفت نظرنا في الحوار الأجراء مع الموقع الرسمي لنادي أرسنل حقيقة أتكلم فيه طبعا عن حلمه وعن طموحه وعن إحساسه بوجوده في الأرسنل واحد أكيد من أقبل أندية في العالم واحد من أقبل أندية في إنجلترا وفريق عنده شخصية البطل صحيح يمكن بعد مرحلة أرسنل فينجر بيعاني لكن أنا أتوقع أن الموسم ده مع أرسنل غير البدايات بتقول كده والصفقات والتدائمات بتقول كده وأعتقد أنه أراهن على الأرسنل أنه هينافس على أقل ممكن ما ضمنش محدش يعرف طبعا الغيب ما ضمنش أنه ياخد بطولة لكن الأرسنل السنة دي هيكون من بين الكبار وأتمنى لأنني أنه يجد فرصة في ظل وجود عدد كبير جدا من النجوم الأسماء في الفريق أنه يكون موجود وظاهر بشكل أساسي لفت نظري بقى فكرة العقلية دي هو الشخصين يتكلم عنها وقال أنه من بداياته وهو بيقول أنه بدأ في النادي الأهلي ومن البدايات اتشكلت العقلية فكرة أنك أنت بتلعب كل مباراة وما عندكش في ذهنك أو في عقليتك هدف غير أنك أنت تفوز قال اتربيني على ده في النادي الأهلي وتعودنا على ده في النادي الأهلي لدرجة والكلام على لسان أنني لدرجة أنه في بعض المطشات كنا نبقى كاذبانين فيها 7-0 ونطلع من المباراة يبقى في عقاب لنا عشان كان مفترض أو كنا نقدر أن نفوز بسكور كمان أكبر من كده والعقلية دي هي اللي بتسهل بشكل كبير جدا مشوار أي لعب في الاحتراف الخارجي يعني أنا بشوف أنه في مصر كان عندنا على مستوى الموهبة مواهب وإمكانيات تسمح لهم يلعبوا في أكبر أندية العالم عايز تقول ريال مادريد قول عايز تقول بارسا عايز تقول يونيتد عايز تقول بيرن عندنا مواهب أحسن بكتير جدا من اللي بتلعب في الفرق دي لكن المنتاليتي أو العقلية هي اللي دايما كانت مشكلة عشان كده عدد كبير جدا منهم لم يوفق في تجارب احترافه وعدد كبير منهم أساسا لم يحترف في الخارج من الأرسنل هنروح لليونيتد والحقيقة اليونيتد ارتبط الفترة الأخيرة باسمين لا علاقة لهم ببعضهم البعض يعني الاتنين واحد في الشرع واحد في الغرب كريستيانو رونالدو نجم طبعا منشوستر يونيتد وده طبعا ليه خبر وتقلت عليه أخبار كتير جدا لكن أنا هقف النهاردة مع تصريحات والتاني مالوش علاقة بكورة القدم لا من قريب ولا من بعيد مين؟ إيلون ماسك إيلون ماسك يعني تيسلا يعني أهم شركة عربيات كهربائية على مستوى العالم واحد من أهم وأغنى وأثرة أثرياء العالم وبالتالي طبعا لملايين المتابعين يمكن إيلون ماسك تكلم في واحدة من التغريدات ليه على تويتر اللي هو اشتريه ب44 أعتقد تكلم في 44 مليار دولار اشتريه بيه تويتر كان ليه تغريدة زي ما حضراتكم شايفينها الأول كانوا بيسألوه أو بيتكلموا معاه على انتماءاته أو ميوله السياسية فرد بالتغريدة الأولى اللي كتب فيها يعني هم عندهم في أمريكا حزبين أساسيين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي فزي ما تقول كده أنت أهلاوه اللي زمريكاوي أنا زمهلكاوي مثلا يعني قالهم أنا بساند نص الشمال من حزب الجمهوري والنص اليمين من الحزب الديمقراطي في محاولة منه للتهرب من الإجابة على السؤال بعدها على طول خبط التويتر اللي أنا جاي أكلم حضراتكم عليها أيضا أحياني منشستر يونيتد يورو الكام ودي التويتر بقى يعني في خلال ساعتين حصل عليها ريتويت عنيف جدا وصل أعتقد لمئة ألف ريتويتر حاجة كده من طبعا من جمهور منشستر يونيتد اللي بيعاني من بعد مرحلة أليكس فيليكسون وتحديدا من الفترة من 2005 اللي اشترت فيها عائلة جليزر الأمريكية النادي بصفقة تقريبا كانت مليون ستر ليني في التويت ده طبعا كان رقم خرافي النهاردة النادي تتجاوز قيمته السوقية حوالي 2 مليار ستر ليني أنا مليش علاقة بموضوع الكرة وما بفكرش أشتري طبعا نادي منشستر يونيتد نروح بها للناحية التانية كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو احنا هنا حتى تكلمنا فيوقات كتيرة جدا عن تقارير رابطة اسم كريستيانو رونالدو هو كان أعلن وتكلم وقالبه منتصة صراحة أنا مش عايز أكمل مع مانشستر يونيتد أنا عندي رغبة في أن أنا ألعب بالشامبينز ليج وبالتالي المان يونيتد مش هيشارك في البطولة السنة دي فبالتالي هو ما كانش عايز يكمل عقده مع المان يونيتد اللي فاضل فيه ومتبقي ليه فيه سنة أخيرة ومن هنا بدأت القصة والحكاية بقى ربط اسم CR7 بقى عدد كبير جدا من الأندال الكبيرة اللي هتشارك في بطولة الشامبينز ليج منها على سبيل مثال باير ميونيخ ومنها على سبيل المثال ريال مادريد ومنها على سبيل المثال PSG ومنها كمان روما حتى روما ارتبط اسمه بكريستانو رونالدو ومنها أخيرا أتلاتكو مادريد ومنها كمان رغبة من الجماهير أنا يعني واحد من الأخبار اللي كنت بكل فيها أن بروسيا دورتموند جماهيره أعلنت أنها تبدأ حمل التبرعات عشان يجيبه كريستانو رونالدو يلعب مع الفريق في الشامبينز ليج لكن كل هذه التقارير انتهت في النهاية أنه إلى عدم رغبة الاندية أو الجماهير يعني باير ميونيخ الإدارة تلعت صراحة قالك إحنا مش هنقدر نجيب كريستانو رونالدو عندنا ناجلزمان صغير في السن عندنا راتب خيالي عندنا قضة لبس عايزين نحافظ عليها الريال بريز نفى ده بشكل كبير جدا وكان ليه تصريح يمكن أصال استياء كتير من عشاء رونالدو يبدو أنه كان فيه سخرية شوية من فكرة عودة سياء سيفن للميرنجي البي اه جي تكلموا على غضب وفقوة اللبس وأنه ميسي اعترض بشكل قاطع على فكرة أنه سياء سيفن أو كريستانو رونالدو ييجي البي اه جي و جماهير قتلات كومدريد طلعت بيان قالت فيه احنا بنرفض تماما أنه الإدارة تجيب كريستانو رونالدو شوفوا الحال وصل بايه كريستانو رونالدو يا جماعة خمس مرات أفضل لعب على مستوى العالم لكن الراجل تلع بقى كريستانو رونالدو نفسه طلع وفي حالة غضب عارم وحالة ثورة عارمة قال فيها أنه هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق وكل ما نشر على وسائل الإعلام في الفترات الأخيرة يخص اسمي هو من الأكاذيب ده كان تصريحه طبعا وقال أنه في خلال أسبوعين هيعمل مقابلة تليفزيونية يشرح فيها حقائق أو يكشف فيها حقائق مجرى في الفترات الأخيرة وقال أنه على سبيل المثال أرى عن نفسه أكتر من مئة خبر ما كانش فيهم غير خمس أخبار صحيحة ده كان كلام كريستانو رونالدو وحنتابع مع حضراتكم طبعا النهاردة مع الزميل عزيز كابتن أئمن شاوي والسوديو التحليلي كمان دقائق بسيطة جدا على شاشة الأهلي ما قبل مباراة الأهلي وإيستان كامباني كل التوفيق لفرقتنا النهاردة وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسة على شاشة الأهلي ترجمة نانسي قنقر